السلام عليكم الخواتم ومرحبا بكم في القناة ديكم قناة برايس أراب عليكم وعنوان هذا الريديو بالأرقام أكثر من تول التلاعب لائحة رقلاقي يفتقدون للتنافسية لنتعرف التفاصيل كاملة عرفت اللائحة النهائية التي أعلن عنها الناخب الوطني والد رقلاقي الأسبوع الماضي للمشاركة في معسكر المنتخب المغربي لشهر مارس الجاري وجود عدة لاعب فقدوا الرسمية مع أندياتهم في المباريات الأخيرة أو أنهم لا يزالون حبيث دكة بودلاء بشكل نهائي أو شاركوا في الدقائق الأخيرة في أفضل الأحوال ويحافظ خمسة عشر لاعبا من اللائحة النهائية دير رقلاقي على وطيرة منتظمة في الشقة المتعلقة بالجاهزية ورسمية بمنى فيهم تولة حراس المرمى فضل عن عبدالكبير عبقار وشادي رياض وأشرف حاكيمي ومحمد الشيبي ويحيي عضية الله وإبراهيم ديازة وبيلال الخنوس وأيوب الكعبي ويوسف النصيري وسوفيان الرحيمي ثم أشرف ضري ويوسف الخديم بدرجة أقل وفي المقابلة يعاني تسع اللاعبين الأمرين مع أنديتهم في مختلف الدوريات في الشقة المتعلقة بالدقائق اللاعب والرسمية ويتعلق الأمر بكل من نايف أكرد وصفيا أمر عبط وأسامة العزوزي وأمين ريشاردسون وعز الدين أونحي وحاكيم زياش وإلياس أخو ماشا وأمين عدلي ثم إلياس بن صغيرة وفيما يلي بعض الأرقام والملاحظة الخاصة باللهبين التسعى المذكورين نايف أكرد لعب 82 دقيقة في المباراة الأربعة الأخيرة وظل حابيس دكة البودلاء في المباراة الأخيرة لناديه وستهام أمس وسوفيا أمر عبط خاض 24 دقيقة في آخر 7 مباراة في الدوري وظل حابيس دكة الاحتياطة في آخر مباراة مع فريقه ماشيستر يونيتد وأسامة العزوزي لعب 104 دقيقة في آخر 7 مباراة وظل حابيس بنك الاحتياطة في آخر 3 مباراة مع ناديه بولونيا في الدوري الإيطالي وأمين ريشاردسون لعب 134 دقيقة في آخر 7 مباراة بمعدل 33 دقيقة في كل مواجهة كما ظل حابيس بنك الاحتياطة في آخر مباراة مع ناديه ريمسا وعز الدين أونحي شاركه في 6 دقيقة في المباراة الأخيرة مع مرسلية فيما ظل حابيس دكة البودلاء في المباراة ما قبل الماضية وحكيم زيش لم يشارك سوى في 29 دقيقة في آخر مبارتين مع قرطة سرايو منذ عودة حديثا من الإصابة وإليس أخم الشارك في 16 دقيقة فقط في 3 مباراة مع ناديه فياريال وظل حابيس دكة البودلاء في آخر مباراة أمسا وأمين عدلي شارك في 70 دقيقة خلال المباراة الثلاثة الأخيرة بديلا وإليس بن صغير دخل بديلا مع ناديه موناكو في المباراة الخمسة الأخيرة لعب خلالها 130 دقيقة فقط